حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيدي بن الموسي بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما أردية إلا للعصابة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشعم الضبابي من ديات زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حثنا سفيان قال سمعته من الزهري عن سعيد أن عمر قال لا دية للعقلة ولا تارث المرأة من ديات زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشعم الضبابي من ديات زوجها فرجع عمر عن قوله حان أحمد بن عبد الملك حدثنا حماد بن زيد عن علي بن جدعان عن الحسن عن الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ضحاكم طعامك قال يا رسول الله اللحم واللبن قال ثم يصير إلى ماذا قال إلى ما قد علمت قال فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا ترجمة نانسي قنقر